نحن نعرضه خلينا في العلاقة تمام؟ اللي ما بين الثرفين الجنس والجنس الرابع لماذا؟ نحن نحتاجين نعرف ليس يا باب خلينا نقديك فرصة للترافين نحن لماذا نحتاجين نعلم المحضرات على هذا الشيء؟ عشان نجدين مشوقه للترافين شوقه العلاقة نعم؟ نعم شوقه العلاقة بين الثرفين يأما حداد محربة تماما يأما خلاص ما جيس ولا يبقى بناتها يبقى لعبه وخلاص يأما البنات تتصدى ما بقولك كذا حتى تترزك نفس وقربت عليك بالأخر فعرفت تلاح شيء يأما متعارك أسابها واحدة تحبطها حاجات يعني حاجات تضن القلب وليه احنا بنتكلم عن القلب؟ مفيش نواقة ليه بنتكلم عن القلب؟ لانه لو تقذب لو القلب تقذب عاكين يبقى عام كي ايه؟ اهي واحدة بس واحدة واحدة وحفظوا الشكل ده ساعة لما بيجي المشاعر القلب بيبتاسي ده وبعدين بيبقى فرحان ونفرهم رفرق في السماء كل واحد قاعد بقى العصافير اللي طايرة والحياة الوردية والكلام ده ساعة لما بيقصد صدمات نتيجة للصورة الخاطئة للتصدير مرحوم الحب بين السباب يتمسى بقى ونقصد طب هيرجع كاي؟ اه ممكن عندك سنخة امير عندك اي نوع من انواع السن هاللزاق عادي يطبع تسيبه بالتلزاق ونرجعش زي الاول فيها الامر ده عند البنات يبقى اصعب دكتير من عند الشباب من عند البنات ساعة قلبك يرجع بيه ولو حتى خلصت عاديت من العلاقة اللي هي بالصح وان انت قدت بيها او تم اي شكل من اشكالي لحاجات الغلط اللي احنا هم ناكع عليها النهاردة وجه الزوج الحقيقي الانسان المحترم الكويس الخلوق اللي خبط على الباب ودخل الباب من بيته كلام الشربة اللي في قلب البيت والجلل في قلب البيت ودخل تمام؟ يحصل اول حاجة تقول لي ماذا بالبنات كده تيجي تقول لي مقارنات صورة الاولاية قدمت الاولاية ده كان يتسلم رايع وكان بيجي ومفرق صورة وشاكت تسكرينات كلها لفع على غرفات الشباب وتيجي تقول ليك على الاقل الفترة الاولينية مقارنة 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 وبعدين يجي ايه يمشي برضو من ضمن المفاهيب الخاطئة اللي صدرها الميديا لأ مهورتي لازم تعترف من خاطب او من خاطب او اللي دخل البيت صح عن العلاقة الهديمة غلط اللي هناخدها خدعانة بالطرق لو انت ملاشت اه لا انا سليم وكانت بقى ربنا تابع عليها وساطر او ربنا تابع عليك وساطر لا انا لازم اخش نديد بقى واقول غلط امر ربنا سبحانه تعالى ازدى ستر عليك فيه تحتك ستر ربنا ليه اول ماشى وعدة وانت تبك منه وانتهينا وخلاص ليه تقصد ربنا علينا ليه لا اصف الفيلم اه الفيلم مين مين دول مين دول اللي عايشين اصلا بيقولنا بيدفعوا بالمشعات فاقديه وبصروف واقديه على الحالات النفسية والمرض النفسي اللي عندهم لا شبهنا ولا شكلنا ولا حالنا ولا دلنا ولا شرعتنا ولا عرفنا ولا قيمنا مين دول مين المؤلف السيناريست اللي ايجي هو يكتب حياتي انا عشان كان في فيلمه كلاني والمسلسل عيلياني لا دولة قدوة ولا مثل دولة تفين سعود التفايات وده جيد سعود التفين عندهم كامي عامة عطيب توقع عشرة عشرة مليون بيعمل ايه مش عايزة اقولوه يعني حاجة كارثة جدا يعني مش عاجزة يروح يعمل يجيب ايس كريم ويطفوا على بنت معديه وعبابك بس واحد تاني معربش يعمل ايه ايه حياتي دي دي معلنات الساعة عباسي ان ايه صلى الله سلم يعني الظهور التحوت تحوت الناس انتاحت و الوعول الناس القيمة والقيمة والفكر والعقلية مي شايتنا ايه الهاية الهاية اللي هاي ويطلع ايه ويطلع جرامي الكوميكس باع قدوه معربش وعلى عام 20 مئة يوم عبال ما يجيكم مكسي تاني حتى شفت الحركة دي حركة ده الحركات ده الحركات دي فشفت بان حركة ايه 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 وطالع جايك جايك 9 مليون انا بسيه ليه الصفلين المبذل مين المبذل ده سيناريستك ده واحد مشخصات دي واحد سيناريستك هتفجك امشي لك حياتك ايه يا مسلم يا قابل يا المؤمنة محمد يا محمدين يا مخدسين يعني اما انا اتكلم على عجل من العباد اللي ربنا نسبوا لي انت اخذ واحد مش عادة لك اتنسل